بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب تاني عددي ان شاء الله هنحل التمرين واحد خمسة على التحليل بالتقسيم رقم واحد حلل كل من المقادر الهاتفين رقم الف الف سين مجبه سين مجبه الف ساد مجبه ساد هنعمل ايه ناخد كل حدين مع بعض بحيث يكون فيه عامل مشترك بعد كده هنلاقي القس مشترك في كل حد هنعمل قسين وربع نكتب القس المشترك الاول وبعد كده نكتب ناتج الجسمة في القس التاني تعالوا كده نعرف ازاي هناخد الحدين دول مع بعض والحدين دول مع بعض اول حدين هنلاقي سين عامل مشترك اطلع بره كوس افتح كوس واكسم الف سين عالسين فهل الالب مجب زي ما هي به سين عالسين فهل به خلي بالكم مجب به سين عالسين فهل مجب به انا بكسي بالاشراء هنا هنا ايه العامل المشترك هناخد العامل المشترك مجب صاد قلي بلكم بالاشراء مجب صاد ابدأ اكسي مجب الف ساد على مجب صاد فهل الالب مجب به صاد على مجب صاد فهل مجب به هلاقي القس هنا زي القس هنا أعمل خسين واربعه واختبى خسين واربعه أبدئ بديهم خسينًاً расrd خسين série خسين موجة بصاد في ألف مجابه على ألف مجابه في الموجة بصاد يبقى كده ناتج التحليل بالتقسيم رقم به خمسة لام سالب عشرة ميم سالب سالب ألف لام موجة بثنين ألف ميم هناخد برده أول حدين مع بعض بس بالنسبة لتالي حدين هناخد سالب ألف عام المشترى علشان يكونوا القسين زي بعض خلي بالكم من دين تعالوا كده نعرف ازاي الحدين دول مع بعض بس من الحدين التانيين هاخد سالب ألف عام المشترى هاخد من الحدين الأولانين العام المشترى خمسة خمسة وابدأ أكسي خمسة لام على الخمسة فاللا سالب عشرة ميم على الخمسة فالسالب اثنين ميم سالب على الموجة بسالب عشرة على الخمسة اثنين ميم ما فيش حاجة اكتبها زي مايه طب هنا هاخد العام المشترك سالب ألف ليه أنا خدت السالب علشان يطلع القسين زي بعضه هنعرف ازاي دلوقت ابدأ اكسب سالب ألف لام على سالب ألف فاللا سالب ألف على السالب ألف طروح موجة باتنين ألف ميم على السالب ألف فيها السالب اثنين ميم موجة باتنين سالب اثنين على واحد فالثنين ألف على ألف تروح يتبقى جميع هلاجي القص هنا في وجه القص هنا يبقى عمل قصين وعربعة واكتب القصين الورى بمستقبل الاول قصين وعربعة ده ما يكونش بينهم لا زايد ولا موجة القص المشترك اكتبه الاول الي هو الام نغس 2100 بدأ اكسب خمسة على الام نغس اثنين ميم على الام ن flagعس اثنين ميم فيها الخمسة سالب ألف في الام نغس اثنين ميم على الام نغس اثنين ميم سأقسم بالإشارات. هذا هو ناتج التحليل بالتقسيم. رقم G. ألف ميم سالب ألف نون موجب ميم سالب نون. أخذ الحدين مع بعض وطلع العمل المشترك. ثاني حدين مفيش مشترك. أخليه جوا قص زي ما هو. بس خلي بالكم إذا قسمت قص على نفسه وبنفس الأسس يبقى ناتج بواحد. تعالوا كده نعرف ازاي. أول حدين مع بعض. والتاني حدين مع بعض. أول حدين إلي عمل المشترك ألف. أبدأ أكسي. ألف ميم على ألف فالمين. سالب ألف نون على ألف فالسالب نون. التاني حدين مفيش عمل مشترك. أكتبه زي ما هو بس موجب. وعمل ميم سالب نون داخل الكوس. يبقى خط الموجب عمل مشترك وميم سالب نون زي ما هو داخل الكوس. خلي بالكم من دين. هلاقي الكوس هنا زي الكوس هنا. يبقى عمل الكوسين وربعة. أكتب الكوس المشترك الأول اللي هو ميم سالب نون. أبدأ أكسم ألف في ميم سالب نون على ميم سالب نون فالألف. موجب ميم سالب نون على ميم سالب نون. نفس القوسين زي بعض يتبقى موجب واحد. ميم سالب نون على ميم سالب نون فال واحد. لأنهم بنفس الأسل. يبقى هذا نتج التحليل بالتقسيم. رقم هذا. ألف تكعيف موجب ألف تربيع موجب ألف موجب واحد. خلي بالكم من دين برضو. هاخد أول حدين مع بعض عمل مشترك. بس في حالة دسمة الهسلات المشابهة بنطر على الوسط. برضو هنلاقي ألف موجب واحد مفيش مشتركة. خليه بنقوس. وموجب اكتبه في الأول. لأن الموجب ما بيسرش على جوه القوس. تعالوا كده نعرف ازي. ثانياً. أوراً المشترك ألف تربيع أفدأ أكسي. ألف تكعيف على ألف تربع في أقل ألف لأزي في الأعلى بيطرح الأزيس موجب. ألف تربيع على ألف تربيع نفس الأساسه ونفس الأزيسي يبقى فيه الواحد. هنا موجب ألف و موجب واحد. ألف و موجب واحد مفيش مشتركة. يبقى يكتب موجب زي ما هي два أو ألف و موجب واحد. دخل الكوس هلاقي الكوس هنا زي الكوس هنا اعمل كوسين وراء بعد زي ما احنا عارفين واكتب الكوس المشترك في الاول الكوس المشترك اكتب فيه الف مجاب واحد ادى اكتب الف تربيع في الف مجاب واحد على الف مجاب واحد فالالف تربيع مجاب الف مجاب واحد على الف مجاب واحد فالمجاب واحد لان الف مجاب واحد على الف مجاب واحد فالواحد والإنشارة موجب زي ماين يبقى هو ده التحليل بالتقسيم رقم هي سين صاد موجب خمسة صاد موجب سبعة سين موجب خمسة وثلاثين هناخد برضو كل حدين مع بعض أول حدين مع بعض هطلع المشترك صاد تاني حدين مع بعض هطلع المشترك موجب سبعة خلي بالكم من دين تعالوا كده أنا عارف ازاي أول حدين مع بعض تاني حدين مع بعض المشترك فهو الحدين الصاد أبدأ أكسي سين صاد على الصاد فالسين موجب خمسة صاد على الصاد فالموجب خمسة المشترك هنا أطلع موجب سبعة أبدأ أكسي موجب سبعة السين على الموجب سبعة فالسين موجب خمسة وثلاثين على الموجب سبعة فالموجب خمسة ألاحظ أن أكسر بالإشارات. أجد الكس هنا مثل الكس هنا. أعمل الكس 24. الكس المشتركة أكتبه الأول. اللي هو إيه؟ سين موجب 5. لو جسيم تساط في سين موجب 5 على سين موجب 5 يتبقى صار. لو جسيم تموجب 7 في سين موجب 5 على سين موجب 5 يتبقى موجب 7. يبقى هو هذا التحليل بالتقسيم. رقمه هو. سين تقعيد سأن موجب 3 تاربيع موجب 6 تاربيع موجب 18. نأخذ أول حدين مع بعض. هلاجي سين تاربيع عمل مشترك. أخذ أول حدين مع بعض. هلاجي موجب 6 عمل مشترك. نبدأ نكسم. وهنلاقي الكس مشترك. تعالوا كده نعرف كيف. أول حدين مع بعض. مسك سيد الثناء وأكدئ بitto المشترك الأحلي سيد الثناء تمانية. هنا دي سالب 18. يبقى في المسالة هنا سالب 18. اكسب برضو بنفس الخطوات. خط الموجة بستة عامل مشترة. يبقى موجة بستة سين عام موجة بستة فتسين. سالب 18 عامل سالب 18 عامل سالب واربعة. القصو المشترك اكتبه في الاو. اللي هو سين سلب ثلاثة. ادى اكسيم سنت تربيع في سين سلب ثلاثة على سين سلب ثلاثة في السين تربيع. موجب ستة في سين سلب ثلاثة على سين سلب ثلاثة في الموجب ست. هو ده التحليل بالتقسيم. رقم اثنين. حل الكل من المقادر الاتية. رقم الف. ثلاثة سين ساد سالب خمسة عن لام. موجب خمسة عن سين سالب ثلاثة ساد لام. خدوا بالكم. مش هتاخد اي حدين وخلاص. ده احنا هناخدوا حدين بحيث يكون في عامل مشترك. هاخد ايه مع بعضه. ثلاثة سين ساد وسالب ثلاثة ساد لام مع بعض. وموجب خمسة عن سين وسالب خمسة عن لام مع بعض. خلي بالكم هرتب. يبقى اكتب ثلاثة سين ساد سالب ثلاثة ساد لام. موجب خمسة عن سين سالب خمسة عن لام. ليه برتب علشان كل قوس يطلع عامل مشترك ويطلع القوسين وارا بعد زي بعض. تعالوا كده انا اعرف ازاي. يبقى هرتب. اكتب دي الاول. تلاثة سين سا. اكتب دي التاني. سالب تلاثة ساد لام. اكتب دي التالي. موجب خمسة عن سين. اكتب دي الرابع. سالب خمسة عن لام. اخد اول حدين مع بعض. والتاني حدين مع بعض. الاجه العامل المشترك ايه هنا? تلاثة ساد. والعمل المشترك هنا ايه? خمسة عن لام. يبقى العامل المشترك من الاول تلاثة ساد. ابدأ اكسي. تلاثة سين ساد على تلاثة ساد فيها السين. سالب تلاثة ساد لام على تلاثة ساد فيها السالب لا. تلاثة سين ساد على تلاثة ساد فيها السين. سالب تلاثة ساد لام على تلاثة ساد فيها السالب لا. هنا ايه? اضعت موزة بخمس عين لو وكسل موزة بخمس عين سم موزة خمس عين من المج testing Jupiter's 5.0 لامえっ evident موجه فالسالب ارتد اخر..فعلا..قصram هنا زال قص الشريف ي photon lang⤴ القص الال ايضا في المشترك والقص الثانيarel ا تدرك الجسم ينظر Third plus 삼 ثلاثاصات في السين السالب لام انها من هذا الثالث ثلاثاصات certain الجسم الخاصها بخام السالب لام وهذا است образه Granama التحليل بالتقسيم. رقم به تمانية ممنون سالب اثنين ميم تربع موجة باثنين نون لام سالب ثلاثة ميم لام. هخطم بنفس الترتيب اول حدين مع بعض. ايه المشترك في اول حدين هلاقي اثنين ميم. ايه المشترك في تاني حدين هلاقي تلاتة لام. تعالوا ده نعرف ازاي. اخد اول حدين مع بعض. تاني حدين مع بعض. لان هلاقي في مشترك. ايه المشترك فهو الحدين اثنين ميم. ابدأ اكسيم. تمانية ميم نون على اثنين ميم. تمانية على اثنين اربعة. ميم على الميم تروح يتبقى نون. سالب اثنين ميم تربية على اثنين ميم. سالب على الموجة فالسالب. اثنين على اثنين تروح. ميم تربية على الميم. باطرح الوسس يتبقى ميم. ميم تربية على الميم فالميم. المشترك من التاني حدين هاخد تلاتة لام. يبقى موجة بتلاتة لام. ادى اكسيم. اثناشر نون لام على الموجة بتلاتة لام. اثناشر على التلاتة فالاربعة لام على اللام تروح يبقى تبقى اربعة نون. نون زي ما هي ولام على اللام تروح. سالب تلاتة ميم لام على الموجب ثلاثة لام سالب على الموجب فالسالب ثلاثة عالثلاثة تروح ميم ما فيه زيت حط لام على اللام تروح يبقى الكوس هنا زي الكوس هنا يبقى على طول زي ما احنا عارفين اعمل كوسين واربع الكوس الاول اكتف المشترك ايه المشترك اه المشترك ابدأ اكسيم اثنين ميم فالبعنون ثلاث ميم على اربعنون ثلاث ميم فالثلاثة لام فالبعنون ثلاث ميم فالموجب ثلاثة لام يبقى اوه ده التحليل بالتقسيم رقم J ألف به مو جئب 60 ممنون سالب 2 بهم 5 سالب 3 ألف نون لن أفعل ألم اچه سرقت با Tough wide مع سالب 2 بهمين سالب 3000 مع مو جئب 600 يأتي بقAB 1 ثلاثا 300 ثلاثا 300 ثلاثا 300 موج 5 وطلع العمل المشترك من كل حدين. تعالوا كده انا اعرف ازاي? اردت قلب به الاول. سالب اتنين به من التاني. سالب ثلاثة الف نون التالت. اخر حاجة موجة بستة من نون. اخذ الاتنين دول مع بعض والاتنين دول مع بعض. اهلا اجي فيه عمل مشترك. ايه العمل المشترك هنا بيه طبعا. ابدأ اكسيم. البي على البي في الالف. في الواقع superbacher سالب اثنين بي ممو على البي في السالب اثنين ممو. البي بس اللي راح. توب ايه العامل المشترك اللي? احذب بالفل على الطعام ابق بانه مع اعجز disso لابد indмер ما. سالب ثلاثة نون سالب ثلاثة نون. اببدا اكسيم سالب هناك م post is the 1-3 of us the 3-2 of us we can 8جm процесс 6 منية نون على صالب 3 نون على الصالب 3 نون اكسيم دية يتبجى ايه به اكسيم دية يتبجى ايه سالب تلاتة نون على طول يبجى ده التحليل بالتقسيم رقم ده تلاتة الف سين سالب الف سالب ستة بيس سين موجة باثنين به هناخدها بنفس الترتيب اول حدين هلاقي العمل المشترك ثاني حدين هلاقي العمل المشترك سالب اتنين به خلي بالكم اخدوا سالب علشان يطلع الكسين زي بعض دي عجزة تفكير خلي بالكم مشاهد تحليل بالتقسيم على طول ممكن ارتب واشوف ايه العمل المشترك تعالوكم ده نعرف ازين هاخد دول مع بعض واخد دول مع بعض ايه العمل المشترك هنا الف ابدأ اكسيم تلاتة الف سين على الالف يتبجى تلاتة سين سالب الف على الالف يتبجى سالب واحد الف على الالف الواحد والسالب جمعيه هاخد المشترك سالب اثنين به طب لانا خدت السالب علشان القسه يطلع زي بعض هنعرف ازاي دول وقت سالب Jahren 6 بالسالب على السالب عالان 2 بالسالب على السالب موجب 6 على الالف تلاتة باعه تروح يتبجى سين يبجى ثلاته سين موجب اثنين باعه على السالب 2 بالسالب واحد موجب على السالب فالسالب 2 بالسالب على الالف تروح في الواحد هلاقي القص هنا زي القص هنا اعمل قصين واربعة وابده اكسم ثلاثة سين سالب واحد القص الاول القص الثاني الجسم اللي يتبقى هنا ألف طيب اللي يتبقى هنا سالب اثنين به يبقى ده نتج التحليل بالتقصين رقم هنا اثنين سين تربع سات سالب سين سات تربع موجة باثنين ألف سين سالب ألف سا برضه هناخد بالترتيب اول حدين وتنى حدين لان هلاقي العمل المشترك والقص بعد كده مشترك تعالوا كده نعرف ازاي اول حدين مع بعض تنى حدين مع بعض ايه العمل المشترك من اول حدين هلاقي سين سا سين سا هنا سين تربع وهنا سين خطة صغروس هنا سات وهنا سات تربع خطة صغروس ابدأ اكسيم اثنين سين تربع سات فهل اثنين سين ليه اثنين على الواحد اثنين سين تربع على السين فيها السين سات على السات تروح سالب على الموجة فيها السالب سين سات تربع على سين سات فيها السا ليه سين على السين تروح سات تربع على السات فيها السا والاشارة سالب 0 0 0 0 0 0 0 0 سليب آلفي 2 سن سليب آلفي 2 سن سليب آلفي 5 سيار سترك القص المشترك الأول اتنين سين سالب صال اللي يتبجى من هنا بعد الجسمه سين صال واللي يتبجى هنا بعد الجسمه موجة بالف خلي بالكم الاشارة موجة جب جداد تحليل بالتقسيم رقم واو بالف بيه سين تربيع موجة بالف بيه سين سالب ألف سين سالب واحد برضو هناخد بنفس الترتيب هول حدين هلاجل عمل المشترك بيه سين تاني حدين هلاجل العمل المشترك سالب بس لما اضع سلم بالركوس أغير اشارته لجول الكوس تعالوا كده نعرف ازاي يبجى اول حدين مع بعض تاني حدين مع بعض ايه العمل المشترك هنا بيه سين هنا بيه وهنا بيه وهنا سين تربيع وهنا سين ااخد سين يبجى بيه سين ابدا هكسيم ألف بيه سين تربيع البيه سين في هالالف سين ليه ألب على الواحد فالالف بيه على البيه ننترد90 فالسين موجب بالسين على البيه Antwort فالی موجب أحد ليه به print затем على البيه XP فالتروح، سهل موجب يوت موجب جواميه وحد يا له ها سأخذ نطلب الحليل Roberts ساليewitness ساليب صändern ساليب avoir 30 على الساليب فالالف 30 ساليب واحد على الساليب فالجب واحد لاحظ ل NCAArees ساليب سالب واحد عاله سالب واحد سأجد الكثي كثيرا أبدأ بأم jeżeli أجد من كثيرا كما نعرف فهذا هو المشترك تمت وبدأ الكثيرا على منترفة الصين يتم ترى السالب واحد سالب واحد عندما ترى السالب واحد سأجد التحليل بالتقسيم رقم ثلاثة حل الكل من المقادر الاتيه خلي بالكم دي فيها افكار جديد رقم ثلاثة السين ترباح سليب 2 سين عين سليب 2 سين صاد موجب 4 صاد عين دي مفاش فكرة برده هناخد اول حدين مع بعض ونلاقي قص مشترك تعالوا كده نعرف ازاي اول حدين مع بعض هنا وهنا سين تربائه سين فالسين فيا السين سالب اثنين سين عين عزين فالسالب اثنين عين نحن بعض موسيقى صيد سالب 2, سائد سالب 2 ساتع هذا ساتع 3 انا أخذت السالب لماذا؟ يوانا سالب 2 ، سائد ساعد 2 س facedع 3 في السالب 2. ساتب 2 ساز 5 فيALK. ساتب 3 في bam. يوجد مجبار 4 سادعين. سادع السادعين بعد سادع 2 فيWAN سالب 2. سادع السادة تروح يتبدأ. يجب القصين على ٥. ثم أولاً قسم الأول لعامل المشترك سين سانب 2 عين ماذا يتبجى من هنا بعد الكسمها سين وأما الدواء يتبجى من هنا بعد الكسمها سانب 2 ساب يمكنه لادة تحليل بالتقسين الرقم به 2 ألف تربيعه موجعه بأنه موجعه بأنه موجعه بأنه تربيع موجعه الالب لكبل فكرة جديدة نأخذ الأول إلى بأول جهاز مع بعض وعيد حدين مع بعض وقالوا على أن نجد عامل المشترك خاصة مشترك موجة بارد حادين 2 الف الاف وطربيع وطربيع ناخد الاف يبقى مجب بعالوة 2 الف المشترك اذا افعل المشترك يأكسي 2 الف الاف 2 الف الاف وتربيع على المجب بعالوة 2 الف الاف الموجب ألف بي على الموجب بي فيها الموجب ألف دعوكم الكوس دي زي الكوس دي بس تبديل في الجامعة يمكن أن يبدل به زي ألف هي نفسه ألف زي بي يبقى الكوس هنا زي الكوس هنا أعمل كوسين واربع بحيث أكتب الكوس المشترك الأول أكتب الكوس المشترك ألف زي بي ممكن واحد يختاني يكتب به زي ألف كده صح وكده صح خلقنا في الجامعة يمكن نبدل تب لو جسيم نقل يتبقى هنا اثنين ألف ولو جسيم نقل يتبقى هنا موجب به يبقى هذا التحليل بالتقسيم رقم جين ألف تربيع موجب ستة ألف به موجب تسعة به تربيع سالب موجب تربيع خلي بالكم دي فكرة جديدة خالق كنت انا باخد عمل مشترك وبعد كده أعمل كوسين واربع عد ولكن هنا همثل هنا تحليل مقدار سلاسة مربح كامل موجب وبعد كده فرق بين المربعين أول ثلاث حدود أجده تحليل مقدار سلاسة مربح كامل لأن ألف تربيع الجسر ألف وتسعة به تربيع الجسر الثلاثة به لو ضربت اثنين في الجز الاول في الجزر الثالث سيبقى الأوسط يبقى تحليل مقدار سلاسة مربح كامل سلب من بتربية ثم فارج من مربعين اعمل خسين واربعه لا يوجد بواحد سلب تعالوا كده انا اعرف ازاي يبقى اخد اول تلات حدود هلاجين مقدار ثلاثة مربع كامل الالف تربية مربع كامل والتسع به تربية مربع كامل لو ضربت اثنين في الجزر الاول في الجزر التالت هدين الاوسع احلله ازاي اعمل خسين اعمل خسر تربية تحليل مقدار ثلاثة مربع كامل اول حاجة اعمل خسر الاختيار بدأت الخسر اعمل جزر الاول جزر للف تربية مربع نهاية الخسر ت conducted الثلاثة الاختيار وجعل التقسر توفBir تحجر الجزر من خلالك يجب فرق بين مربعائي عن.... هناك جزر الأول موجب 3 بالكل تربيع اكتب لجوال كوس. الف موجب 3 به. وهنا برضو اكتب الف موجب 3 به. نهاية كل كوس اكتب جزر التاني. جزر الميم تربيع بميم. اكتبه هنا وهنا. تاني اعمل كوسين واربع. الكوس الاول في النص موجب. الكوس التاني في النص ساد. بداية كل كوس اكتب جزر الاول. الجزر الالف موجة بتلاتة بيه لكل تربيع اكتل مداخل الكوس الالف موجة بتلاتة بيه هنا وهنا نهاية كل الكوس اعمل الجزر التاني الجزر الميم لكل تربيع مداخل الكوس الهنا وهنا ميم وميم يبقى هذا التحليل بالتقسين دي فيها فكرة جديدة رقم دي تسعة سن تربيع سن 4 ألف تربيع موجة بسات تربع موجة بستة سن ساد على فكرة دي فيها شابة كبيرة من القبلها بس لازم مردد هعمل تسعة سن تربيع الأول منة جزر الالف موجة بستة سن ساد وبعد هذا موجة بسات تربيع واخر سنة 4 ألف تربيع هلاجي اول ثلاث حدود مقدار ثلاثة مربع كامل بعد كده هلاجي فرج من مربعين خلي بالكم اربع الف تربع ممكن اشيلها وقت باتنين الف لكل تربع تعالوا كده نعرف ازاي يبقى قبل ما تحلل تشوف الاول تعمل ايه هرتب علشان يكون مقدار ثلاثة مربع كامل تسعة سن تربع موجب ستة سن سا موجب ست تربع اخر حاجة سالب اربعة الف تربع اول ثلاث حدود مقدار ثلاثة مربع كامل ليه لان جزر تسعة سن تربع تلاثة سن جزر ست تربع سا لو ضربت اتنين في جزر الاول في جزر التالت هادينا الاوسط نتأكد اتنين في تلاثة سن في سا بستة سن سا طيب اربعة الف هشيلها وقت باتنين الف لكل تربع يبقى ذات تحليل مقدار ثلاثة مربع كامل الاشارة بينهم مثل اشارة الاوسط الاوسط الشرط موجب يبقى بينهم اكتب موجب سال اربعة الف تربع اشيلها وقت باتنين الف لكل تربع مربع الاثنين اربعة مربع الالف الف تربع يبقى يديه يديه بالزبط الاقي فرق بين مربعين اعمل ايه اعمل قوسين واربع والاشارطين بينهم مختلفين القوس الاول القوس التاني في النص هنا موجب والنص هنا سلب ممكن واحد يكتب هنا سلب وهنا موجب صح اهم حاجة يكونوا مختلفين بداية كل قوس اكتب جزر الاول جزر الثلاثة سن موجب صدر كل تربع ما دخل الجزر اكتبه هنا برضو في نهاية كل قوس اكتب جزر الثاني جزر الاثنين الف كل تربع ما دخل الجزر ما دخل الجزر الاثنين الف هنا وهنا يبقى نكده حلية المسألة بالتقسيين رقم هي 121 سنة سربعة سالب 120 تربع سالب 20 سنة سالب واحد خلي بالكم دي فيها فكرة جديدة وصعبة اول حد اخليت زي ما هو الثلاثة حدود اللي بعدها هاخد سالب عام المشترك بعد كده هلاقل الجزر القس مقدر ثلاثة مربع كامل احلله زي ما احنا عارفين 121 سنة سربعة هشيلها وقت ب11 سن تربع لكل تربية مربع الـ 1121 ومربع سن تربع بسنة سربعة يبقى الاجهاء فرق من المربعين بس بعد ما تعمل فرق من المربعين هتلج كوس منهم تحليل مقدر ثلاثة غير بسيط خلي بالكم دي صعب تعالوا كده نعرف ازاي 121 سنة سربعة خلا زي ما هي دلوقت اخذ السالب عام المشترك سالب مئة سن تربع على السالب فهل مئة سن تربعين سالب عشرين سين على السالب فهل موجة بعشرين سين لاحظ ان الموجة باكتبها عشان قبلها حد سالب واحد على السالب فهل موجة بواحد الاقي الكوس ده مقدر ثلاثة مربع كامل ليه جزر المية سن تربع عشر سين جزر الواحد واحد لو ضربت اثنين في جزر الاول في جزر الثالث ها يدينا الاوسط اثنين في عشر سين في واحد بعشرين سين يبقى ده مقدر ثلاثة مربع كامل اشهدى المية وحضر المياة وعشرين سنو 164 اس وق Ley Luukz 11 سين تربع الكل تربع لأن ي sharlaован SAND v21 مربع سنو 164 اس فالسا الموجة في القوسorable سن يواجد خلال السلاثة فهل اقليم لكوس Tou pearl بداية الكوس كتب الثالثة الاول ليهو عشر سين نهاية الكوس كتب الثالث وين احتيrogen واحد يبقى ده تفرق بين مربعين اكل سين وربع القوس الاول في النص مجم ال går مختلفة بالنص سال بدأت القوسى اكتبت الجزر الاول جزر 11 سنة التربيع لكل التربيع مداخل القوسى ��my 11 سنة التربيع اكتبوه هنا واكتبوه هنا نهاية القوسى اكتبت جزر الثاني جزر 10 سنة مجم واحد بكل التربيع اكتبها هنا اكتبه الجزر الثاني جزر 10 سن موجب واحد بكل تربية اشيل التربيع في السن اكتبها 10 سن موجب واحد بعد كده اوزع الموجب لجوه الكوس و اوزع السلي في جوه الكوس يبقى تساوي 11 سنة طربيع زي مايه بالموجة مايسترش على الجوه الخ sit يبقى اكتب الجوه الخ sit موجة ب10 سين موجة ب1 الآن 11 سين طربيع السليب بيأسر على الجوه الخ S اضرب سليب في 10 سين بسليب 10 سين سليب في موجة ب1 يبقى السليب في اضربه في الجوه الخ le goog سليب في 10 سين بسالب عشر سين. سالب في موجة بواحد بسالب واحد. لاحظ ان ده مش هتحلل. لكن ده هتحلل. مقدار سلاسي مقدار سلاسي غير بصين. 11 سين تربية عبارة عن 11 سين في سين. والواحد عبارة عن واحد في واحد. لاحظ الشرط الثالث سالب يبقى نطرح. 11 سين في واحد ب11 سين. وسين في واحد بسين. لو طرح نطوم هتدينا عشرة سين. يبقى ده هتحلل مقدار سلاسي غير بسيط. لكن ده مش هتحل. اكتب ده زي ما هو. 11 سين تربية. موجة ب عشرة سين. موجة بواحد. تبدأ تحلل مقدار سلاسي غير بسيط. اعمل كوسين واربعة. بداية الكوس. احل الاول. 11 سين تربية للسجال كام. 11 سين في سين. نهاية كل كوس احلل الثاني. بس اخلي شرط مختلف. الواحد عبارة عن واحد في واحد. اخلي واحد منهم موجة بواحد منهم سالب. هعمل هنا ولياكم. موجة بواحد. وهنا سالب واحد. عاجزة اكد ان احل صح. اضرب الطرفين مع الوسطين. 11 سين في سالب واحد بسالب 11 سين. موجة بواحد في سين بوموجة بسين. سالب 11 سين وموجة بسين. طالت فعلا سالب عشر سين. الاوسط. themed. 11 عبارة عن11 في سين. الواحد عبارة عن واحد في واحد بس الدشارتين مختلفين. خلي دي موجة بوادي سالب ليه. عشان لو تربت detachارفين مع الوسطين هدين الوسط 11 سين في سلب واحد بسلب 11 سين موجة بواحد في سين بوموجة بسين سلب 11 سين وموجة بسين بسلب عشر سين خلي بالكم دي صعب شوي رقموا اربعة ميم والسربعة سلب تسعة ميم تربيع موجة بستة ميم سلب واحد خلي بالكم دي فيها شابه كبير من قبله اربعة ميم والسربعة سلب تسعة ميم تربيع موجة بستة ميم سلب واحد اخذ سلب عمل مشترك احليله كما نعرفين بعد كده احلي فرق بالمربعين بعد كده احلي قسم منهم ينفع التحليل تعالي كده انا اعرف ازاي يبقى اكتب اربعة ميم والسربعة زي ما هي اخذ السلب عمل مشترك سلب سلب تسعة ميم تربيع على السلب فالتسعة ميم تربيع موجة بستة ميم على السلب فالسالب بستة ميم سالب واحد على السلب فالموجة بواحد سلب كل حد على السلب هلاقي ده مقدر سلسة مربع كامل ليه جزر التسعة ميم تربيع تلاتة ميم جزر الواحد واحد لو دربت اثنين في جزر الاول في جزر الثالث هيدين الاوسط اثنين في تلاتة ميم في واحد هيدين بستة ميم يبقى اكتب اربعة ميم تربيع عشي لها وكتب ايه اثنين ميم تربيع سابق ان يستخدم لأكامل ربطer نهاية ربطات والجزر اختلاف جزر الواحد واحد جزر التالت جزر الواحد واحد الاشارة بينهم مثل اشارة الاوسط سالي هلاقي ده فرق بين مربعين زي ما احنا عارفين اعمل كوسين واربع بينهم هنا موجب وبينهم هنا سالي بداية الكل كوس اكتب جزر الاول جزر اثنين مين بتربيع الكل تربيع ما داخل الكوس اثنين مين تربيع هنا وهنا يبقى جزر اثنين مين بتربيع الكل تربيع اثنين مين بتربيع اكتبه هنا وهنا تب جزر الثلاثة مين بتربيع الكل تربيع اشيل التربيع واكتب الكوس زي ما هو عشان فيه شراء يبقى اكتب هنا ثلاثة مين بتربيع واحد شلت التربيع من الكوس وهنا برضو ثلاثة مين بتربيع واحد شلت التربيع من الكوس بعد ذلك اوزع الموجب و اوزع السالب يبقى 200 ميم تربع زمانية موجب ما بيأصرش في الجوه الكوش يبقى اكتبوا نفس الإشارة 300 ميم تربع زمانية سالب يأصر يعني اضرب السالب 300 ميم تربع 300 سالب في سالب 1 بموجب 1 هلاقي كوش منهم بيتحلل هلاقي ده اللي يتحلل ده ما يتحللت اكتبوا زي ما اقوموا 200 ميم تربع موجب 3 ميم سالب 1 ده هتحلل مقدار ثلاثة غربسيط اعمل كوشين واربعه احل ال 200 ميم تربعه لك 200 ميم في 100 احل ال واحد عبارة واحد في واحد لاحظ ان الثلاثة موجب يبقى اضرب الطرفين والوسطين واجباحهم 200 ميم في واحد في 200 ميم ميم في واحد بميم اجباح ما يدينا 300 ميم بولي شرطين مثل اوسط يبقى بداية كل كوشة حل الاول 200 ميم في ميم حل التحليل الاول في نهاية كل كوشة اعمل تحليل ثاني واحد في واحد الاشارات زي الاوسط هنا سالب وهنا سالب يبقى هذا تحليل مقدار ثلاثة غربسيط بس كان في الاول تحليل بالتقسيط قد نبقى من خطوات حياتنا طبois اشتركوا في القناة